النهاردة الساعة السكانية في مصر اللي بتعكس عدد السكان حتى ساعته أو حتى تاريخه كما نقول خلال ثلاثة أشهر شهر مارس، شهر أبريل، وشهر مايو 120 يوم زاد عدد سكان مصر برقم تخيالوا زدنا قد إيه؟ تخيالوا في ثلاث شهور زاد عدد سكان جمهورية مصر العربية كام مواطن ومواطنة، كام طفل وطفلة خلال 120 يوم زدنا نصف مليون نسمة، نصف مليون مواطن بقينا 103 مليون و500 ألف نسمة ودهما حضراتكو الساعة السكانية 103 مليون و501 و808 لأنه أنا 500 دي كانت من كم ساعة؟ خليني بس أقول لحضراتكو أنه دي ساعة موجودة متحركة على الدوام بتعمل أبديت أو بتعمل تحديث لحظي لعدد الموليد وبتخصم منها عدد الوفيات علشان نصل إلى هذا الرقم 103 مليون و500 ألف نسمة يعني في ثلاث شهور في 120 يوم زدنا نصف مليون نسمة خليني بس أتكلم بشكل بسيط ومبسط وتلقائي وعفوي أيضاً إحنا زدنا نصف مليون دا كتلة كبيرة بالمناسبة نصف مليون نسمة دا على الدول موجودة نصف مليون أوروبا كلها ما بزيدش نصف مليون في سنة كل أوروبا يعني الـ 28 دولة والـ 27 دولة أوروبية ما بيزيدش في السنة نصف مليون إحنا بنزيد في ثلاث شهور نصف مليون لكن المفارقة إن هما بيزيد نموهم قد إيه وإحنا قد إيه بيصدروا قد إيه وإحنا بنصدر قد إيه بيشاركوا في الأبحاث والاختراعات وبراءات الاختراع والأبحاث قد إيه وإحنا بنشارك قد إيه أتصور إنه العبرة مش بي زيارة وعدد الناس العبرة بي كيفية تربية وتأهيل الناس إمكانيات الناس هو شغال إيه هو بيفكر وباحث وعالم ولا شغال أنا آسف في التعبير بلا هوية مش حايز أقول وظائف بعينها عشان محدش يفهمني غلط لكن بقول على الأقل هل إحنا بنصدر علماء وبس؟ هل بنصدر خبراء؟ هل بنصدر العمالة بتاعتنا معظمها إيه؟ عمالة عامل شغال قسطة شغال صنايعي شغال عمالة عادية شغال عامل نظافة شغال مسيح أهزية وعندنا طبعا دكاترة وعندنا علماء لكن بقول نسبة وتناسب الحجم الأكبر قد إيه؟ المجتمع المصري بيفرز إيه؟ بينتج إيه؟ بيثمر إيه؟ إيه اللي إحنا بنثمره؟ من غير محد يزايد إحنا شطار جدا في إنتاج السكان إحنا من أوائل دول العالم في إنتاج السكان إحنا بننتج بشر لو حد تتكلم وقال لي أنتو ناس فقريين ناس مش فاهمين وناس مش مؤمنين ولا موحدين لأنه عدد السكان زيادة بركة وبيجوا برزقهم وأنه فكرة أنه في أحاديث نبوية بتقول تكثروا تناكحوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة ده حديث وفي واحد يرجع يقول لك يا عم إزاي؟ ده فيه آيات قرنية بتقول وليخشى الذين تركوا من بعدهم أو من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله معنا الآية طب إحنا نمشي فيهن؟ إحنا نتكاثر ونتباهى؟ ولا نحاول أن إحنا لا نترك وراءنا ذرية ضعيفة؟ نمشي في السكة دي ولا نمشي في السكة دي؟ طب وهل السكتين الاتنين متعارضتين؟ طب هل الحديث صحيح؟ أنا معرفش لكن من سنية العمر المبكرة كنت أتابع محاولات الدولة في تنظيم الأسرة من خلال كانت زمان اللي هي العامة الاستعلامات هي اللي بتقود الإعلانات والتجربة بتاعة نظيم الأسرة في القرى وكنت بشوف هذا الكلام كان فيه محاولات عديدة إن إحنا نضبط السكان وشوية إعلانات وشوية محاولات وغيره لكن تخديري أيضا إن إحنا فشلنا في التصدي لقضية الانفجار السكاني حد يقول لي إحنا نجحنا نجح منخفض نجحنا نجح جزئي أنا لا أدلل القط وأسميه مش مش القط قط والمش مش 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 إحنا فشلنا في مواجهة قضية الانفجار السكاني كل الحكومات المتعاقبة فشلت فشلا ذريعا في مجابهة ومواجهة نزيف السكان ألمانيا عندها نزيف السكان بالمناسبة بس النزيف عكسي فيه ابنحلال فيه انخفاض فيه فيه كل الدول الأوروبية أو معظمها حتى في الصين دلوقت إلحق لا عايزين نزود السكان لكن المشكلة إنهم عندهم موارد ضخمة وعندهم نمو وعندهم تنمية حق طاقت وعندهم حياة كريمة وعندهم 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 إحنا فيه قطارين بيجروا قطار بيجري مندافعا قطار سريع من اللي عايز يعمله كامل الوزير قطار كهربائي سريع اللي هو الإنجاب اللي هو زيادة السكان وفيه قطار بتاع زمان اللي هو اسمه قطار الأشاش اللي بيقف في كل المحطات اللي بيشاور له بيقف ده قطار التنمية والنمو ده قطار ماشي بالعافية ده قطار ماشي بالزاء ده قطار ماشي لكن التاني بيجري مندافع اللي اتنين دول هم سبب الأزمة التفاوت بين القطار السريع قطار الخلفة والإنجاب والتناسل والتكاثر والمبهاء وقطار التنمية والعمل والتفكير وكذا ده متأخر ومتعرقل المسافة اللي بينهم هي الأزمة اللي احنا فيها خلينا أقول لحضراتكم حجم الطرق اللي مصر بتعملها أضعاف حجم الطرق اللي أوروبا كلها عملتها في نفس الفترة الزمنية يلي وإحنا جبنا حجم الطرق بالمسافات عملنا تقريبا 6000 كيلو ولا 12000 كيلو أي أن كان الرقم تقريبا 12000 كيلو خلال 7-8 سنين هتولي دولة في العالم تم زيادة حجم أو أطوال الطرق فيها بهذه الكمية خلال هذه الفترة الزمنية ممكن تكون دول كتير عندها طرق أكتر مننا وأفضل مننا بكتير لكن هل زودوا حجم الطرق هذه الزيادة الطفرة التغير المفاجئ خلال هذه الفترة الإجابة لا طيب هو أحنا بنعمل ليه عشان نعوض النقص اللي موجود طيب إحنا وفينا لأ لأن كل ما بنعمل عدد سكان بيزيد إحنا لم ييجي مثلا في وزارة طرباء التعليم أكبر مشكلة بتوجي كل يقول لك التكدس داخل الفصول الزيادة داخل الفصول طيب إحنا عايزين نخفف الكسافة مظبوط وده كلام وجيه وكلام محدش يقدر قول في حاجة عشان أزود الفصول محتاج كام فاصل طيب هكلفه قد إيه ده نحاول نزود طيب إحنا كل سنة بيزيد السكان قد إيه الزيادة في ثلاث شهور نص مليون يعني قد إيه يعني هنزيد اتنين مليون في الآخر واكتر من اتنين مليون اللي اتنين مليون دول بيتولدوا السنة دي السنة الجاية بعد سنتين عايز يخش الحضانة وبعدين المدرسة فبالتالي عايز فصول إذا كنت أنا في الوقت الحالي مش قادر أقل الكسفة الفصول ستين سبعين عايز في الفصول طيب أعمل إيه دي اللغز يعني خليني بس نتشارك مع بعض في المشكلة دي أنا بتكلم في مشكلة تبدو بسيطة جدا كل الناس بتعرف تكلم فيها أي حد جيبه قوله مشكلة مصر يقولك الزيادة السكانية بعدش يقولك يا عم السبيج برزقهم يا سيد انتو جاينا في الخلفة كمان يا عم الحكومة اللي مش عارفة دير يا عم انتو أي كلام طيب هو كل واحد اللي عنده 3-4-5 عيال هل مربيهم كلهم تربية مظبوطة ومتعلم مظبوط ليكونوا عناصر مفيدة في المجتمع ينتجوا يعني ترجمة نانسي قنقر